لم يكن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة هو الكاشف الوحيد للتاريخ الدموي لرئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بل إنه يمتلك تاريخا طويلا من المجازر ضد الفلسطينيين والعرب بدأت منذ ستينيات القرن الماضي فمن هو نتنياهو أو بيبي كما يحب أن يطلق هو عليه ولد بن يمين نتنياهو في أكتوبر من عام 1949 في تل أبيب وانتقل مع عائلته إلى الولايات المتحدة عام 1963 عندما عرض على والده الناشط والمؤرخ بن صهيون نتنياهو منصب أكاديمي في أمريكا وفي عام 1967 التحق نتنياهو بجيش الاحتلال الإسرائيلي وهو في سن الثامنة عشر وقض فيه خمس سنوات شغل نتنياهو المطلوب جنائيا الآن منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية ست مرات وهو الرقم القياسي الذي لم يبلغه أي رئيس وزراء آخر منذ نكبة عام 1948 كما أنه خاض خمسة حروب في قطاع غزة من أصل سبع حروب منذ إعلان الاحتلال الانسحاب من القطاع في عام 2005 من أبرز العمليات العسكرية التي شنها نتنياهو على غزة عملية عمود السحاب في نوفمبر من عام 2012 عقب اغتيال إسرائيل لأحمد الجعبري قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وقد أسفر هذا العدوان عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل جنديان وأربعة مدنيين وأصيب 625 إسرائيليا في السابع من يوليو من عام 2014 أطلقت إسرائيل عملية عسكرية في قطاع غزة سمتها الجرف الصامد وقد استمرت نحو 51 يوما شن فيها جيش الاحتلال أكثر من 60 ألف غارة على القطاع كما أسفر هذا العدوان عن استشهاد أكثر من 2300 شهيد وأحد عشر ألف جريح في حين قتل 68 جنديا إسرائيليا وأربعة مدنيين في يوم الثاني عشر من نوفمبر من عام 2019 استيقظ أهالي غزة على دوي انفجار بصاروخ انطلق من طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس في غزة بهاء أبو العطى في شقةه السكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وردت حركة الجهاد الإسلامية على هذا الاغتيال في عملية استمرت بضعة أيام أطلقت عليها معركة صيحة الفجر وقد أسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين في مايو من عام 2021 أطلقت قوات الاحتلال على عملياتها العسكرية في غزة اسم حارس الأسوار وسماها الفلسطينيون سيف القدس واستشهد في هذه الحرب أكثر من 250 فلسطينيا وأصيب أكثر من خمسة آلاف شخص في حين قتل 12 إسرائيليا وأصيب ما يقارب 330 آخرين في الخامس من أغسطس من عام 2022 اغتالت إسرائيل قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس في غزة حيث استهدفته بطائرة مسيرة داخل شقة سكنية في برج فلسطين بحي الرمال وأطلقت إسرائيل على هذه العملية اسم الفجر الصادق وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة حينها بأن عدد الشهداء في هذا العدوان بلغ خمسين وبلغ عدد المصابين أربعمائة آخرين بجروح مختلفة أما أم المجازر المكتوبة باسم نتنياهو على مدار تاريخه الدموي فكانت في قطاع غزة إذ أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي في السابع من أكتوبر من عام 2023 العام الماضي الضوء الأخضر في واحدة من أكبر مجازر الإبادة الجماعية في التاريخ البشري الحديث على الإطلاق أطلق عليها عملية السيوف الحديدية إذ شهد القطاع المحاصر عدوانا راح ضحيته حتى الآن أكثر من مائة وستين ألف شهيد ومصاب في ظل عجز دولي لوقف مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين من أبناء القطاع المحاصر وبالتوازي مع مجازره تبنى نتنياهو سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل واسع وصادق على عدد من قرارات الاستيطان وبناء الوحدات السكنية للمستوطنين في القدس وفي الضفة الغربية المحتلة كما تزايدت في عهده الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وتهجير الفلسطينيين من القدس ومناطق أخرى إذن هي مجازر بحق الشعب الفلسطيني بتوقيع من بنيمين نتنياهو الذي لا يعرف للسلام طريقا أو للتعايش أسلوبا فهل يكتب قرار المحكمة الجنائية الدولية الفصل الأخير في مسيرة نتنياهو الدموية أم سيكون القرار حبيس الأدراج بعد تعهد الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحكمة عقب إصدارها قرار اعتقاله ترجمة نانسي قنقر